اشتركوا في القناة الموسم اقول بفوز امام المنتخب الغني ودشناه ايضا بيمكن قول انها تكتلات ومشاكل داخل وخارج بيت المنتخب لن اطيل عليكم وسندخل مباشرة في صلب الموضوع الذي يخص مباراة الخضر امام المنتخب الغني اليوم ولكن قبل ذلك دعونا نرحب بالحضور الذي سيشاركنا في هذا العدد نبدأ بالمستشار الرياضي والكوتش مصطفى كويسي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بكم تحية خالص على المشاهدين الكرام ونشكركم على الاستضافة ونرحب ايضا بمحل القناة الجزائر انوان ناصر عمر اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك الاخ يوسف الاخوة الصحفي والاخ مصطفى انا شكرك على الاستضافة اليوم لانه هذه مدة متلى قناة سلام الله عليكم اخوة المشاهدين شكرا جزيلا ومعنا ايضا وزير السعادة الاعلامي المتميز حسين بوشكير اهلا وسهلا السلام عليكم تحية خالصة لكل متابعين قناة جزائر انوان اعود ميمون لكم انتوما في الحصة هذه ان شاء الله نكونوا عند حسن ظني الجامعة نعم نتمنى ان نعيش معكم وربما نعيش مع بعض هذا الموسم باحلى ايامه للاعبين وللمنتخب نعيش كل اللحظات سواء كانت تكتيكية او حتى خارج الملعب طبعا الاموراته بكل تفاصيلها يجب ان تحلل ويجب ان نعطي ربما لكل ذي حق حقه خاصة كل القضايا التي ربما يتحدث عنها ويتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ان ندخل في ربما قضية الصحافة وجمال دين بالماضي او قضية الاعلام بصغى عامة التي ربما اخذت مجرى لا احد كان يتوقع في الجزائر خاصة لا نتحدث عن الرياضة ولكن نتحدث عن الاعلام بحد ذاته لانه صار هناك كره واضح للاعلام وصار هناك مصطلح دائما ما ربما يلي كلمة صحافة هو صحافة العار يلاسف الشديد وهذه الكلمة التي ربما تمسك الاعلام وكل صحفي يريد ان يدخل تلك اللقمة لقمة الحلال الى بيته لكن قبل ان نتعمق في هذه المواضيع خاصة في الجانب الرياضي سنتحدث عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الغيني الخضر قد اسقطوا غينيا بهدف مقابل شيء البعض قد ذكر وقال بان المباراة لم ترتقي للمستوى المطلوب والبعض قال بانه حتى تشكيلة جمال بالماضي كانت تائها طبعا سيكون لكل النقاد ولكل المحللين رأيهم الخاص نبدأ معكم استاذ مصطفى المنتخب الوطني الجزائري اي نعم فاز امام المنتخب الغيني اي نعم ربما التشكيلة لم تكن اساسية ولكن لم نرى ذلك المنتخب المرعب الذي فاز على المنتخب الايراني بالاداء والنتيجة قبل اشهر من الان بسم الله الرحمن الرحيم انظن ان المقابلة كان مردودة على العام كانت مردود منتخبنا الوطني كانت تحت المتوسط وعلى فترات في الاخر مباراة كان مستوى تحسن بعد دخول الركائز ونظن بالله هذه حاجة طبيعية لانظن ان النقب الوطني عنده فكر الحين يخمم باش يقحم بعض اللعبين الجدود ولذلك هذا ينعكس سلبا على مردود المجموعة ككل انا اقول لك امام ايران اقحم تشكيلة جديدة مئة بالمئة وكان مردود افضل ولكن الخصم مستوى الخصم كذلك قياموا ان المنتخب الغيني افضل من المنتخب الايراني اكيد اكيد منتخب الغيني نسيober منتخب نمоже امستوى مستوى ماشاء الله مانيير اقول لك مستوى تحسينيغال ولكن مستوى افريقي مستوى عالي نعم حتى طريقة اللعبة تختلف على المنتخبات الافghanية انا من بهرف بالاندفاع بدلي للمنة الاخراضي بالتنظيم طريقة إخراج الكرة خاصة تنظيم اللعب كيف يخرجوا الكرة التمركز في الميدان حقيقة لعبين دون مستوى والدليل على ذلك أن معظمهم يلعبوا في الفرق الأوروبية حتى جمال دين بالماضي فضل أن ربما يلاقي المنتخب الغيني في مباراته دي لأنه يعلم جيدا أن نقطة ضعف المنتخب الوطني الجزائري هي في فريق يحسن ويعرف كيف يخرج الكرة من منطقته لأن كل أهدافنا نتجة البريسينج المعمول من لعبيننا الهجوميين للمنتخب هذه من ناحية أولى من ناحية ثانية المنتخب الغيني هذا اللي البعض ربما يشوفه منتخب ضعيف قد تعادل مع المنتخب الوطني أيام زمان أيام فيدري روزيج بثنين مقابل ثنين بملأ مصطفى تشاكير بالبوليدة بعدما كنا فيزين بثنين مقابل صفر ولكن تلك المبارات ربما كانت مفاجأة للمدرب والناخب الوطني السابق فيدري روزيج أفضل أستاذ ناصر أنا كمش قال الأخ مصطفى إلى توطى في ريزون ساني ديكاتور الله يبارك ويعرف مليح كورد قدم ما تنساش بلي المنتخب الجزائري منتخب رهيب كل الفرق تحسب له ألف حساب الفريق الغيني لما جل الجزائري هو فريق يعني لا بأس به فريق ما هو فريق ضعيف ولا متوسط فريق لا بأس به لما جل الملعب وهران ما عنده ما يخسر حب يفرض طريقة اللعب التاعو وفرضها ونجح بها حتى ونحن ما كناش يعني ملاح ما نقول لك كنا دون المتوسط خاصة في الشروط الأول الجل اللعبين ما لعبوش مع بعضهم تلقينا اثنين لعبين في وسط الميدان بن طالب وبن ناصر في ريواق واحد يعني كان شوية يعني هادوكسي دو سنتينة دو مليو تيران ديفونسيفة دي كونسركتور يعني بنائين وهكذاك وما كانش يعني كما يقول والضغط كبير إلا في بعض الأحيان من طرف اللي كان قادر يسجلوا علينا في بداية المباراة يعني في الدقيقة العشرين وفي الدقيقة الثلاثة وثلاثين كانوا عندهم حوالي ثلاثة أهدف كانوا قادرين يسجلهم لما نعم كانوا في أراض مع الحر الزغبة مع فالاو وكان مندي يعني في المكان المناسب ما أنا أظن هي مباراة يعني باش يشوف لعبين جدد وحدة أخرين يعني نحن نبحث على ركيز أخرين اللي يكونوا في المستقبل طيب ما تشوف بأنه شوية تناقض في تصريحات الكوتش جامل الدين بالماضي يعني نقول لك ماذا بي نشوف لعبين جدد ولكن عندما تطرح عليه سؤال وتقول له لماذا لم نرى ميريزاك يلعب يقول لك ما زاله صغير وضغط الجماهير الجزائرية كأنه نهائي كأس العالم في المراكان يا يوسف يا أخي يا يوسف نحن نهار جبل الماضي خدمت 19 أشهر لحق بالفارق لحق به لما كانت النتيجة أنا ذاك الأخ حسين كان يشكر في وقتها في محل الكلام كان يقوله أنت زرعت في الجزائريين السعادة والفرح وقدع قال فريق رايب مش شاه نحن نكسة صغيرة بالماضي هذا ما هو ش مدرب هذا شيء تاني يكراه يلعب زاد ناصر قد رأت لك سؤال حوله ميريزاك ما قلت لك ش جامل الدين بالماضي لا أنا أقول لك أنا أقول لك راهو جاي بالماضي هذا اللي رك تهدر لي عليه يلعبه كما لعب البارح دولور حوالي المبارك كلها كما دخل بن طالب لي عنده خمس سنوات ما جلش للمنتخب يجي دوره ويلعبه نورمال بل كي يتكلم هكذا وإنما بالماضي مدى به يشوف الفريق التاعوك أحسن من اللي كان عليه يعني إحنا برك أنا واحد مدرب لما نجيب بك أنتا يوسف لعب جديد نحي كويسي وندخلك تمتب أكيد في خضم هذه النقطة أستاذ ناصر إذا عدنا إحنا لنسلط الضوء على المنتخب الوطني في الكلام اللي تقول بأنه بالماضي يمتناقض في كلامه فعلا وقولا وشك تقول لكن الحقيقة أنه إذا سلطنا الضوء على منتخب إيطاليا لما أقصيها من تأهل إلى المونديال بعد ثلث أيام ينتم داروا اجتماع تقني لعبين القدامة كيفاشي نضو بالكورة الإيطالية ما قاعدوا شي يقولوا له شحال تخلص شحال تديو شحال إحنا كي المعطيات زعزعت استقرار للناخب الوطني خلته يفكر في أمور كثيرة ونعرف الضغط الجماهيري والضغط الإعلامي العفده ورسيل به في مثل هذه الأمور نعم شوف من ناحية أولى أستاذ ناصر قال بأنه الانتكاسة صغيرة وليجب أن ربما نتساقط بانتقاداتنا على جمال الدين بالماري الانتكاسة ليست صغيرة بالمعنى الذي تقوله لأنه أقصينا من الكان من الدور الأول وللأسف الشديد كين ماركس الثالث نقدر أن تأهله فيه ما قدرناش أن تأهله منه وأيضا أقصينا من المنذير أمام الكاميرون أنا لا أتحدث عن نفسي كمناصر للمنتخب لأنه كنت من دواعي الاستقرار ومن دواعي بقاء جمال الدين بالماضي لكن ذلك المناصر أو حتى ذلك الإعلام الذي يعتبر أيضا مناصر من سبع المستحيلات أن يشوف جمال الدين بالماضي بعد كاس أمم إفريقية هو جمال الدين بالماضي الآن الضغوطات تتهاطل عليه ويجب عليه أن يتحمل هذا الأمر هو على نفسه قبل أن تعمله الجماهير الجزائرية أستاذ مصطفى أنت المدرب يقول لك هناك لعبين جدد في تربو السبتمبر الجمهور راح عقلوا العدل وسط ميدان الميلان الجمهور راح عقلوا أيضا العوار هناك العديد من الأسماء هذا التصريح بحد ذاته يخليك ربما أنت بحد ذاتك يجب أن تقحي مع ناصر جديدة المنتخب هذا رو مقبل على كأسهم إفريقيا بعد حوالي سنة أو سنة ونصف لم نقول سنتين لأنه قد أجلت المدة ما زالها طويلة باش نشوفه الآن مهاجم كما إسلام سليماني ما زالوا يلعب في المنتخب الوطني الجزائري بعد عامين من سابع المستحيلات أنه يكون في المنتخب ونعلم هذا جيدا حتى كريستيانو رونالدو مع البرتغال يعاني في سن السبع وثلاثين سنة يجب أن نبحث عن مستقبل للمنتخب الوطني الجزائري والمستقبل لن يكون لا بمحرز ولا بإسلام سليماني ولا بهذه الركائز الحالية للمنتخب الوطني وفي سيق كلامك أنا نقول لك في الجو الحالي وإذا مشينا في هذه الطريقة بتاع يعني مجادلة بين مدرب وصحافة رح مستقبل الفريق الوطني يكون متزعزع نظن أنا نشوف أنه الاثنين الجانبين جانب المدرب والجانب الصحافة المدرب لازم يعني يكون شوي نقص من هذه الإجابات الإنفعالية أمام الصحافة ويتقبل لازم يتقبل شوي يتقبل الانتقادات البناءة نقوله وش الانتقادات ولكن من الجانب الآخر نقوله شخص أمام مجموعة ولكن نظن أن المجموعة هذه ممكن لو تتشوف الصحافة بحداتها بكلها الصحافة رضية ممكن اللي راه يدخل للمنصة واللي رايح تلال الأسئلة ممكن تكون هي فئة قليلة الفئة الأخرى ممكن اللي ما مشي ما مشي لي باش يطرحوا أسئلة بناءة تقنية والأخر ما مش موجودين في القاعة لذا نظن أنا في خلاص القول أنه لازم كل واحد يرفع المستوى ويخلي الجانب الخارج عن كورة القادم والمدرب والمدرب في حد يخليه يخليه الناس تخلي المدرب يشتغل فيه ظروف فيه ظروف يعني حسنة لأنه مثل ما قلتوا المقبل الآن الضغط راه يزيد يكبر على جمل بالماضي أو طاقم الفني للشغل التاعه اللي فراه في 2019 مش نفس الظروف اللي راه يدوها في 2022 كل حاجة راه يكبرت عليهم ولذا أنا نظن كم يقول لك واحد يسمح شوية من حقه وبدون واحد ما يقيس شخصية الآخر أو مبادة يعني طيب حتى أنا ربما أكون حيادي حتى وإن كنت صحفي وربما من واجب أن أدافع بعض الزملاء لكن كلمة الحق يجب أن تقال أي نعم هناك بعض الأسئلة التي تتكرر في الندوة الصحفية وحسين بوشكير أدرى بذلك لأنه دائما ما يكون متواجدا في ندوات الكورس جمال الدين بالماضي أي نعم هناك بعض الأسئلة التي لها بعد آخر على المدرب جمال الدين بالماضي لكن في نفس الوقت جمال الدين بالماضي أنا شخصيا لو أطرح عليه سؤال ربما هل سنرى نبيل بن طالب كأساسي أو سؤال واضح جمال الدين بالماضي ينفعل مع الأسئلة البسيطة أيضا وكان مدرب آخر عالمي مثل جوارديولا أو حتى أي مدرب راح يجاوبك أو يخرج ربما هو ليمتص تلك الطاقة السلبية ويرجحها إيجابية يخليك أن تضحك لكن بالماضي الآن كأنه يدخل في حرب كأنه يدخل من أجل المهاجمة أو تلقي ربما القذائف وردها على الإعلاميين هذا هو المشكلة المطروح بحد ذاته من زمان وليس منذ الآن جمال الدين بالماضي منذ كان مدربا في الدحيل كان عنده مشاكل مع الصحافة لأنه دائما مرتع يكون قاسي أيضا عنده مشكلة وحنا في الحصة قلناها في العديد من المرات أنت مدرب للمنتخب الوطني الجزائري لماذا تتابع ربما هذه القنوات التي تهاجمها كل يوم لماذا تعطي أهمية لشخص ينتقدك أنت في طريقك اذهب ربما إلى أبعد نقطة في طريقك لماذا ربما تلتفت يمينا وشمالا من أجل أن ترى النقاد لا يهمون النقاد ولا يهمون رأي الناس المهم أنه تعمل عملك والمهم أنك تركز على منتخبك ربما الإقصاء من المونديال من أبرز أسبابه وهذا الشيء أنه يركز على الصحافة ويركز على آدق تفاصيل في موقع التواصل الاجتماعي ولذلك لأنا لمصلحة المنتخب الوطني أتمنى أن هذا الكلام يكون في عقل المدرب الوطني ويقول يمشي يخدمه على اعتبار ومن الجهة الأخرى كذلك عندما تشوف ضغوطات هذا إنسان أنا ما ندافعش على بالماضي ولا ولكن إنسان في مكان في مسؤولية كبيرة مسؤولية المنتخب الوطني المفروض عندما يكون ناخب الوطني أحنا هنا أرنا باش نكونوا دايما باش ساند له أنا نتمنى دايما أن يكون الحاديث على الجانب التقني وعندما يكون الحاديث على الجانب التقني المفروض على المدرب أن يجاوب وبلا باقة وبكل يعني بكل يعني راحة أنا أنا نقول لك واحد يقول لك اللي غير منك غير الناقص هذه معروفة أنت كيفاش ما يشوفش القنوات كيف ما يشوف قناة ديالي يشوف كم احنا نشوفه هو يشوف قنوات أخرى لكن ما تركشف ولكن يا يوسف شكو اللي يفتن شكو اللي يدير الفتنة الضعيف هدك أنا قنوات من قنوات كنت نلاحظ وين اللاعب سابق يقول لك أنا كنت جيت في الفيدرالية الجزائرية أنا مدرب كما هذا راح نقيله الحمد لله ما راكش في الفيدرالية ديالنا نعم خلينا رحوا اللوب الموضوع أستسمحك هل أخطاء الإعلامي رشيد عبد في سؤاله لجمالدين بالماضي حوله مش الأجرة لأنه ما سألوش على الأجرة حتى التأويلات اللي رانا نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي ليست حقيقية البتة قالوا هل ربما أزعاجكم أنه رئيس سابق للفيدرالية الجزائرية في الجمعية العمار شوف يا يوسف يا يوسف خويا بالماضي لو كان جاي تبع الأموال ما هوش في الجزائر ما أنا ما نضرب عليه ما هو باب الله يرحموه ما وحده واحد أنا نهضر الحق بالماضي كنت يتبع الدولار ولا لورو يروح القاطر ويقع التمى حب الوطنية اللي خلتوا مثلهم من بعض اللعابين اللي عندهم هذي أنت البالحة أنت وحد آخر يقول لك خلاص محرص خلاص عليه الفريق الوطني أنا شفنا ردة فعل باسا بيت ولي يهضر على محرص ما يتقنش الكورة ولي يهضر على بالماضي ما يتقنش التدريب وما يتقنش سوى صحفي ولا مدرب ولا سيد ناصر هذا الحديث هو اللي جعلنا الآن ربما نتحدث عن مباراة غينياعي وضل حديث عن مباراة البرازيل تحضيراً للمونديال الآن تقديس اللاعبين وتقديس المدرب هو الذي جعلنا الآن نحن لا نقدسوش المدرب لا 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 نقدسوش المدرب نتائج توعو اللي خلواي هذر هكذا اللي خلواهي اللي خلناه نحن نهضروا عليه هكذا بالماضي يكون يلقى في جنبه على كل اللي عنده في جنبه ربي وعنده الشعب حوالي 40 مليون تحب بالماضي كي مجموعة صغيرة راه يتزرع في الفتنة لماذا الكرة حتى هو الله أعلم بلك ما يقعد نحن نغيرنا هادروه هكذا حتى هو يروح نقعد نتكلم عليه سيبقى جمال الدين بالماضي وسيجدد عقده سيجدد ولا ما جددش أنا نقعد نهتر عليه حبر التاريخ لأنه غلق لهم كامل المنافذ باش يدخلوا في صلاحيات دياله هادي أقولوها وأكررها أم الجميع طيب الآن نسحق الإجابة المباشرة هل أخطأ الزميل الإعلامي راشيد عباد في سؤال أنا ما نقول لكش أنا أوليدي أنا أوليدي ما نقول لش حل تخلص لكن قال له بالتاريقة هادي أنا ذلك سؤال تاعي أنا سؤال تاع للأخ راشيد أنا ما نش فهمه أسكو قال له أسكو نزعتش باللي جب دولي صالير ديالك ولا ش حرك تخلص لا لا بالطريقة الأولى الله إذا كان بالطريقة الأولى على بالماضي على الرد ولا يضحك وخلاص يقولوا أنا في بلادي وندي وش نحب ونحب بلادي كان يكون رد يعني سليم لأنه كان يقتلك بالماضي لك الفلوس والله يحبس من غير يروح لأوروبا ما يروح لكش القليج نعم لا أحد يسكك في جمال الدين بالماضي وطني شوف زميل يوسف في هذه القضية كان لحديث مع الإعلامي راشيد عباد لينحيوا بهذه المناسبة تصريح يعني كنت طرقت مع الموضوع هذا لمشكلة يكمل أنه الناخب الوطني جمال بالماضي هو رجل محترم شخصية لا بسر بها إنسان كما أقول أنا محترم لحق طيب مشيش هذا النس يعني الأغارب ليه ولحنا لسنسيال نسمع كلام التقديس ليس أمر تقديس أشخاص وإنما إذا تحدثنا عن المنتخب الوطني من 1990 ما شفناش مدرب قاد للجزائر اللي التتويج بكاس أفريقيا من خارج الجزائر يعتبر إنجاز تاريخي جاءت الظروف بعد إقصاء من المونديال قلبت كامل المعطيات رحله التوازن اللي كان حاكمه مقبل رشيد عباد لما سأله بالماضي عنده نضرب لك كما قاله رشيد عباد الظبي إذا ما تشوفش هو بالعامية قال لي رشيد عباد أنه كيشوا بالمكشوف الديرونجيه وإحنا نعرفه بالكي أن العديد من المحللين في القنوات للأسف الشديد يصطادوا في المياه العاكرة نورمامو لا للفيتنا نورمامو رغم أنه قولوا بالماضي أخطأ في الرد التاعو نورمامو ما نطوش أهمية كبيرة لهذا الموضوع أيضا انتهزت الفرصة من أجل نسبة المشاهدة الفيديو ضار بالزاف رشيد عباد وله في كل بلاسة وخير دليل دار تغريدة قال حشموا على روحتيكم اللي رام يسبوني بوالدية شو إن وصلنا يعني للأسف شديد أنا ما حبيت شادش لا من الجهة بالماضي ولا من الجهة رشيد عباد لأني إعلامي نضامن مع إعلامي رغم أني أنا المدة حسين بوشكيد تعرت لعديد من الانتقادات لما قلت وزير السعادة ناس معجباش الحال لكن الحمد لله أنا قلتها له في المكان المناسب في الوقت المناسب هذه يا برك الله ومن يتحدث عنك بالسؤال الأخ حسين هو اللي حبي يكون كيفك وما قدرش ما يشوف أنت راك ماكش تدافع لرشيد راك تقول في كلمة حق وهذه الحاجة اللي راه يتخص ظاهرة القرن هذي جديدة هذي حتى يا ماكش مدرب ما راك بريزيدون كنت اللاعب سابق تحبستم تحبستم نقدر بالمريح على الأقل هذي الإنسان يحسروا في بلده أنا نظم باللي بالماضي ونجا في بلد واحد أخر الله أعلم بلك يديروا له تاج يديروا له حاجة هكذا مفخارة تكون للبلد هذا جمال بالماضي لا أحد ينكر لا أحد ينكر نعم أرقامه مع الملتخب الوطني الجزائري كإشارة لمشاهدين الأفاضل عبر 44 مباراة فاس في 30 مباراة كان لا تعادل في عشر مباراة وخسر أربع مباراة فقط لكن للأسف شديد بالماضي لماذا الآن الشعب انقسم الشعب ليس بالإجماع مع جمال دين بالماضي هذه من ناحية أولى لأنه نعلم بأنه قسم مثلا في ربما مباراة الكاميرون لكن نستنين أن نكون في المونديال الشعب لم يتقبل لهذا الفكرة أن المنتخب ليس في المونديال لذلك نص الشعب الآن ما نقولوش زيد بالماضي لكن ليس مع جمال دين بالماضي قبل مباراة الكاميرون حتى نكون واضحين هذا جمال دين بالماضي المدرب والناخب الوطني من سوء حظه أن نخسر أربع مباريات ربما أغلبها مصيرية وفاصلة للمنتخب الوطني الجزائري نحن في هذا البلاطو كنا من دعاة بقاء جمال دين بالماضي ولازلنا كذلك لكن يجب على الأقل أنا كمناصر للمنتخب قبل أن أكون إعلامي يجب تفكير ربما على مستقبل المنتخب الوطني الجزائري أستاذ ناصر أنه نشوفه ربما لعبين ب34 سنة 35 سنة ربما جمال دين بالماضي راوي خمم بشي لعبهم في المونديال المقبل سنة 2026 هل طرف حش خرجنا ربما تشتخم تشوف رونالدو 37 سنة رح يحب اسمه المونديال رح يكمل رونالدو شوف مستوى رونالدو مستوى رونالدو أنا معاك يوسف أنا أكتب أن نهضر لك على دكة الإحتيات على الفريق الوطني لما تشوفها هذيك اللي كانت قاعدة في المباراة هذية أحسن من فرق يراهم فيه كأس العالم وما مشيناش منين من الحقد والحسد هذا اللي خل الفريق الوطني زيدي تراجع احنا جبنا غينيا ومن بعد نيجيريا قل لك علش ما اللعبوش على البرازيل قل لك هذا المدرب رح يحوس سلسلة واحدة خلت عن هتها إيجابية هذي انتقادة شارع لا انتقادة بلاطوهات يوسف ما هو الشارع في الشارع لما تسمع انت تجيبه البلاطو انت لست مدربا للمنتخب الوطني حتى تكون أدرى بالطريق اللي لهاب للي يعلم المشاهد الكريم الفريق اخويا مصطفى يقول لك بلي الفريق يعاود يمشي لازم له فرق يعني متواضعة ولا كيفه ولا أقل منه هليش ندير هاتشي لاجي الله كويزي باش نلقى التشكيلة ونلقى اللعب التاعي ونلقى التمركوش هذا هو هدف الأول للمباراة نحن الناس تمتم قل لك علش ما لعبوش معي كيب عالمية نعم ربما الناس الآن كانت تتمنى ان تشوف المنتخب الوطني تحذيري مع منتخب كبير خاصة بعد عدم تأهلنا المونديال كنا نتمنى ونشوفه منتخب مونديالي يلعب أمامنا مباراة ودية أستاذ مصطفى كانت عندك مداخلة قبل قليل تفضل لا كنت عندما تطرقت على عامل السن أنا نظن بعد سنتين أنا ماش نقول لك حاليا تنحي إسلام سليمانيا أو تنحي رياض محرس حتى نكون واضحين أنا أظن أي مدرب عندما يكون يشتغل عامل السن أنه ما يكونش ما عندوش أهمية ولكن عندك لاعبين وعندك فورمتهم الحالية هي الأهم بعدين في المجموعة كلها راح تدخل عامل السن تقولش حال عندي أنا من واحد متوسط المتوسط العام أنه يكونوا في خمسة وعشرين سبعة وعشرين تصيب ثلاثة ربعة خمسة هذا نعطيك بصفة عامة وشباب تلقى ربعة خمسة يندمجوا في يعني كمنظومة عامة صعب أنك تنحي عامل خبرة من الفريق نعم متنحيش عامل الخبرة أكيد تشوف ما تنحيش الخبرة وما تهملش الشباب وفي وقت المباراة المهم الأكتر الأكتر جاهزية بالماضي أي مدرب عندما يروح يدير تشكيلة يوم المباراة ما يشوفش هادك شحل في عاملو هادك شفي عاملو يشوف هادك اللي راه جاهز في تلك اليوم في تلك المباراة في تلك الخطة في يشوف الجاهزية بصفة كاملة ولهذا نظن وعندما تشتغل على المدى يعني تخمم تخمم على بعيد هادك راح تجي مثلا نقوله تكلموا على ميريزاق أنا أنا نمتيقن أنه ميريزاق هذا راح بالوقت راح يكون ممكن الحين في هذا الوقت تروح لو يعني واحد صراحة تهدر مع بعض ممكن يقول لك أنا ما زال ما نش متقنع به طنك ما لعبتوش ما نش متقنع به أنا مفهومي هكذا طنك ما لعبتوش طنك ما نش متقنع به ولكن ما نش متقنع به طنك ما نش متقنع به هذا اللاعب ميريزاق ما نش متقنع به نش متقنع به ولكن على المدى الطاوير مع المدى الطاوير هذا ميريزاق نحن نشوفه وعلى عامة ميريزاق أو آدم زرغان أو سيد جوار ما نش متقنع به إن شاء الله سيكون هما مستقبل المنتخب الوطني سيكونوا في ركائز في المنتخب الوطني الجزائري نعم إن شاء الله قبل أن نختم هذا الجزء الأول دعونا نركز على التشكيلة التي دخل بها جمالدين بالماضي تحدثنا على عام السن عندما نرى مباراة النودية ربما تبدأ بير حارس مصطفى الضغبة الذي تعدى 30 سنة حوسين بن عيادة السبب الأول في إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من مباراة الكاميرون من ناحية الهجومية عقيم هجوميا من ناحية الاحترافية دخل الميدان أيضا ربما شفناه في كأس العرب وشفناه أيضا أنا لا أنتقد اللعب من أجل الانتقاد فقط لكن عندما يشارك يوسف عطال أو يشارك أي ظاهير عندما شهدناه أمام إيران كان عنده مستوى لبأس به في ذلك المنصب محمد الأمين توقاي وربما ذلك الإشراك سيساعد أمين توقاي لأنه لم يلعب هذا الموسم عبد القادر بدران قد خرج ودخل في مكانه عيسى مندي بعد دقائق قليلة رامي بن سبعيني نبيل بن طالب والعودة الميمونة له مع المنتخب إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في المنتخب بمستوى ثابت ما شاء الله صفيان بن دبكة أدم والناس بلالبراهيمي وأون دو ديلور لاعب بلاعب أعطونا تقييم تاعو في مستوى مع ربما المنتخب في تلك المباراة وكيف ترون مستقبله مصطفى زغبة كيف تقيمه وهل ترى الحارس الأول المنتخب أظن أن مصطفى زغبة حارس نعرفه باللي حارس ممتاز ولكن تقييمه في المباراة لا نستطيع أن نحكمه عليه لأنه ما جاتوش كورات كثيرة نعم أظن باللي في هذا المركز المدرب أنا نشوف باللي راح أعطى ثيقة للزغبة أنا في فكري خاصة إذا في المباراة التانية راح لعب زغبة راح نشوفه هو الأساسي في المباراة الرسمية طيب انتهى وقت نبول حيما المنتخب لا أنا أظن عنده إذا نبولحي أمضى في فريق ودير المنافسة نعم نبولحي حارس كبير ويبقى ينافس في المنتخب نعم مستد ناصر باختصار مصطفى زغبة لا بأس بي يعني طرح الحارس الأول المنتخب أم لا يا كما قال لك يا مصطفى لو كني يقول لنبولحي راح يقول لي هو الحارس الأول نبولحي وعنده حارسين اثنين وحد أخرين عنده حتى وقل الله ألم زجب شعل المباراة القادمة إن شاء الله نعم شعل لتعويض الحارس المصاب أظن الحارس زغبة المباراة تاني يعني توالي كلين شيء من دون تسجيل تلقي أي هدف نعم هذا يدل بأن حارس سيكون له شأن عظيم في قادمة إن شاء الله إن شاء الله ولو أنه نحن دائما نشوفه ما نشوفهش اللاجل الجاردية نعم حتى ربع إنسا نعم حتى ربع إنسا نعم جمل دين بالماضي في ندوات صحفية نادرا ما يقول أخطأت في حق لعب لكن قال بأنه أخطأت في حق زغبة لأنه كان يستحق ربما الدخول كأساسي في العديد من المباراة هذه كإشارة للمشاهدين أفاضل الآن ربع الدفاع حسين بن عيادة توقاي بدران الذي لا يمكن ربما أن نعطيه نقتل لكنه أنقذ هدف في بداية المباراة يعني يجب أن نعطي تلك الحصة لعسى مندي وأيضا لرامي بن سبعيني نبدأ بحسين بن عيادة حسين بن عيادة أنت ذكرت أنه ذكرت عطال والأخر هو هو عطال وممكن هذا الزدات كمانا شتوش مليح ما عندهمش نفس الخصوصيات أظن أن عطال أكثر هجومي من بن عيادة وعنده إحنا الكورة الحديثة نحبوه لجورد جوار كما عطال كما عطال ولكن للأسف نعم أظهر العصر إيادي أكيد أكيد ولكن للأسف فإحنا عطال نتمنى نشوفه عامي يلعب بدون إصابات إن شاء الله بدون إصابات نعم وحتى بن عيادة عنده مستوى مستوى يعني ما شاء الله دفاعيا نعم حتى يشارك في الهجوم ولكن في الهجوم ولا عرضية صحيحة في المباراة يا أستاذ مصطفى كمباري عطال لا لا عطال أكثر منه ممكن حسين بن عيادة قدر نقارنه بلاعب واحد وزفان لأنه لا يعرف كيف يلعب العرضية ولكن يعرف يدافع ويعرف باشرح في المنتخب أخي يوسف ما هيش من دفاعيا أفضل ظهير في المنتخب أنا معك لكن هجوميا عقيم جدا حسين بن عيادة خلينا نراحول توقاي وبدرا أو توقاي ومند أنا توقاي نشوفه باللي كسبنا لعب ما نش نهدرلك على المردود التاعو توقاي مدافع هو مستقبل وصدي مدافع عصري مستقبلي لذا إن شاء الله نتمنى له كما يقول لك يا ربي يخليه بصحت وكذا مدافع اللي رح يدير إن شاء الله كاريير تكون نتمنى له يروح لفارق أوروبي حتى يزيد يتطور ومدافع يعني من المستوى العالي إن شاء الله ما ندي ما ندي في الوقت الحالي ممكن نشوف أنه المدرب كان رح حبيت كل على بدران تنائي بدران ما ندي بدي وجد فيه بدران ولكن يبقى دايما لمدافع يعني نعم مرامي بن سبعيني مدافع كبير ولعب يعني قام بخطائين يقوم يقوم بشوف ما تكون أرضية الميدان ربما ما كانتش في المستوى الماضي حتى لو أرضية الميدان قولوا ما كانتش في المستوى ولكن بن سبعيني لاعب مستوى عالي تكوينه تكوين أكاديمي ونزيد لحاجة بن سبعيني بن سبعيني راح ياخد في التجربة في أوروبا راح يكون غير في يطلع في المستوى وزيد على ذلك بن سبعيني تقدر متعدد المناصب نعم بن سبعيني راح تلقاه باش يزيد يطور أكثر أستاذ مصطفى باش يزيد يطور أكثر لازم له منافسة مع المنتخب الوطني لأنه بين قوسينا وضمن مكانته الأساسية تراجع مستوى تراجع مستوى ربما غياب المنافسة أنا نظن مثل عندما نقوله تراجع المستوى هل نقوله ذلك بالماضي يروح يفكر بن سبعيني خلاص ما يستدعاش تراجع مستوى يعني يجب أنه يكون عنده منافسة فقط تفكير الناخب الوطني ما يروحش هكذا كان لعبين تقول كيف هذا كيف منحه شكذا ولكن ما تقدرش لازم لازم في وقت من الأوقات قل لي ممكن يريح شوية عندكها ممكن لا ما عنده بديل حاليا ممكن يكون بديل حتى لو ما كاش بديل عندك كاين طوباء يقدر يلعب في هذا المكان ولكن نعطيك الفكر تعمه درب أنه لعبين مثل ابن سبعيني اللي راه شاب ويعني في عمره شحارة 22-23 سنة ما تقدرش تقول دكان ابن سبعيني حطه أكوتي لعب يا أخي لعب مستقبل ولكن هذا ممكن مردوده مرات مرات ولكن ابن سبعيني عندما تشوف في السنة في الفريق الوطني أو في النادي راح يكون مردوده يعني في المستوى نعم مستقبل أنا أتمنى ذلك أستاذ ناصر قبل أن نختم وباختصار كيف تقيم مستوى رباعي الدفاع نبدأ بحسين بن عيادة مرات مرات ونعم ها وش حبيت نقول لك بن عيادة متوسط بن سبعيني فوق الوسط الزوج هذو كانوا يلبس عليهم في وسط الدفاع كانوا الثغارات هذي كانوا وسط الميدان ما كانش مغلوق نعم وسط الميدان دفاعي نعم باختصار الذي سنتحدث عنه في الجسد الثاني الأخ حسين بوشكير بالنسبة لي حسين بن عيادة باعت كل المستوى على طموحات المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات شفناها عرضية توافقك ألف في المئة نحن نظلم الناس وهذا رجع للبطولة التونسية عرف المغرب فانتقل للمغرب بطولة المغربية ولو أنه نفس المستوى نفس المستوى متقارب بعيد كل البعد بينه وبينوسف عطال لأنه في كل مرة ديما نحوص على العطال نزعه هجومية ونزعه دفاعية هو بقى دايما ما تطورش الإمكانية تتوعه يبقى دفاعيا نمليح شوفنا محور الدفاع تمنيت لو كان أمين توقاي مع طوبة أحمد طوبة لأنهم توناء عصري بامتياز الجهة اليسرى دايما ما زال مشكلة حتى ساعة منذ مباراة الكاميرون الفاصلة ونحن نعاني بأنه لا يوجد بديل بن سبعيني نقص تراجع المستوى له لأسباب يعرفها الناخب الوطني نتمنى إن شاء الله نصيبه ظاهر أيصر لما لا تتفق على أن أي تنوري لو ربما يلتحق بالمنتخب رامي بن سبعيني ربما لن نراه أساسي في المنتخب لأنه البعض من النقاد قيموا اللاعب على أساس ربما المستوى الكبير الذي يقدمه مع ويلفر هامتون أي تنوري الذي لم يختر رسمياً تمثيل المنتخب الوطني الدزائري لكن لو يأتي للمنتخب هل ربما سنرى رامي بن سبعيني احتياطي في المن أكيد ستكون كائنا منافسة شخصياً أنا شخصياً لا شاهدت كثير أي تنوري نحن لاحظنا أن هذا الأمر عودة عندي دولور إسلام سليماني وما حزا فيه نفسي ما كشفتم كيف تعامل كيف كان نعم لفات لي جاء عودة ولات إسلام سليماني ولا يلعب بـ 200% ليس يا 100% على ما كانت الأساسي هذه المنافسة نعم باختصار قلت لي أي تنوري وبن سبعيني لازم يلعب معنا بش نقول لك نعم هذا الجعوب اللي نقوله لك نعم حتى بن سبعيني بالفريق قتاعوا راهوا من أحسن كان في التشكيل المثالية الأسبوع الفارض نعم سجل أيضاً أهداف عالمية هذا أي تنوري نجيبه يلعب نشوفه هنا ما شيء تم نعم نتمنى أن يختار المنتخب الوطني الجزائري ثم للحديث بقية مشاهدين الأفاضل وصلنا لختام الجزء الأول من هذا الأدد فاصل قصير ونواصل معكم إذن المشاهدين لنعود إليكم في هذا الجزء الثاني من هذا العدد ليتعمق خاصة من ناحية تاكتيكية حول مردود وسط ميدان المنتخب وأيضاً هجوم المنتخب وتسجيل أسطورة المنتخب الإسلام السليماني لهدف نهائي كأس العالم أمام المنتخب الغيني في مباراة ودية حتى ردت فعله التي سنصلت عليها الضوء في هذا العدد قبل أن نتحدث عن هجوم المنتخب نبدأ بالعودة الميمونة كما ذكرت في الجزء الأول لنبيل بن طالب الذي ربما ادى إجماع المناصرين بأنه قدم مباراة مقبولة أكيد بن طالب أدى نظن أن الناخب الوطني لقافي بن طالب وش كان يحوس من عنده البروفيل اللعب ليسحقوا لأنه بن طالب شفناه سنتينة نعم سنتينة زاد في الخبرة وزاد في الرازانة وما يضيعش كثير كورات كان هم زاد توصل بين الدفاع والهجوم لكن دفاعياً أستاذ مصطفى ما شفناش بن طالب كان شادلان كديورة وكلعب آخر يعني شوفوا بن ناصر في ذاك المنصب أصلاً سمحني سمحني ما هوش نفس النامط كديورة لعب كديورة هو أحب يعود كديورة جمال بالماضي نعم نعم لعب كديورة لعب كديورة ولعب بن طالب ما هوش نفس بن طالب أكثر هجومي أكثر من دفاعي يعني حتى حتى ما عد بن طالب عد ما يدافع يدافع بالحيلة نعم فهمت؟ ولهذا نظن أن حتى من ناحية بناء اللعب وجود لعب كبن طالب لعب كمطالب مهم جداً في تكيلة الوطنية وبعدين عد كيف رح يلعب المنتخب ممكن هذا التوظيف بتاع بن طالب يبقى يعني يبقى كيف رح يشوف المدرب كيف يشوف المباراة ممكن اليوم شوفناه كاسونتينان ممكن يتقدم هو وبن ناصر يعني تبقى هذه خيارات للمدرب ولكن نظن أنه مكسب نعم مكسب للمنتخب الوطني الجزائري البعض يا أستاذ ناصر انتقد نبيل بن طالب وقال كيف ربما ترجعون الناس ربما كبار في العمر إلى المنتخب وهم لا يعلمون أنه نبيل بن طالب في عمره 27 سنة فقط ولا يعلمون أنه نبيل بن طالب لعب كأس العالم في عمره 21 سنة فقط سنة 2014 نبيل بن طالب بإمكانه أنه يقدم للمنتخب اللي طيلت خمس سنوات أو ست سنوات مقبلة إن شاء الله شوف العودة ديالو كانت مليحة ولكنها عرضية لفوت ملتع بن طالب يلعب على الأطراف ربما هي تعليمات من بالماضي لا تعليمات المدرب تعليمات لأنه شوف الكرات العرضية تغلط بغلطات والذي يقومون بغلطة أضيف إلى ذلك كي تقول لي إن سنتينير باراي لا الخشولة اللي كانت عنده في كل مرة لما يحبس لا أعرف باللي كين مخالفة لفريق الخصم من عند من من عند بن طالب أنا باش تقول لي باش ننتيه بن طالب ناف سير ديس في المباراة هذه نقول لك أنا سير سير ديس ربما المباراة الأولى هذه بلك المباراة الثانية رح يتحس أن يكون أكثر ربما مع التعليمات المدرب و الإكسپيريونس كيلا بيانسور إلا جوية 20 تنفيكيب ناسيونال إلا دونيسان ميو سي توطى في نورمال واحد ما يقول لكش على بن طالب أنت من انجمش نقيم كما قال أخو يا مصطافا القديورة البنطالب قديورة دفاعي أكثر منه هجومي نعم إحنا نقيموهم في هذا المنصب يا أستاذ ناصر الآن سؤالية راح نفسه هل بالماضي سيقحم بن طالب في المباراة المقبلة في ذلك المنصب أفضل لاعب المنتخب في ذلك المنصب ليعوض عدلينك ديورة هو بن ناصر أظن مع كلام ناصر على حساب المردود اللي شفناه ووش راح يحوس بالما أظن أن بن طالب راح يكون في ذلك المنصب راح يكون لا ما يكونش في ذلك المنصب أظن أنه راح يكون نقول لك يكون أساسي نعم توظيف التعوصة على حساب المباراة نعم تفضل أستاذ ناصر لحساب المباراة اللي فاتت في وسط الميدان راح يكون بن طالب بن ناصر وأدموا الناس المباراة الجاية هذه الله أعلم شوف أنا أعطيتها لك هكذا لأنه الظاهرين بينين ولو رأس الحرب بينهم مباراة الجاية راح يكون تغيير أدموا الناس كرقم عشرة وناصر وبن طالب كمسترجاعين نعم هذه اللي راح نشوفها نعم مثلث المنتخب في وسط الميدان ربما سينعكس وسينقلب من ناحية الهجومية ناحية دفاعية حسين صحة فيه ولكن في النفس الوقت تقني لأنه الاثنين يلعبوا بالرجل اليسرى وأنا معك الأخ حسين لا شوف حسين بن ناصر بن ناصر ظاهرة القرن هذا الحمد لله القناة لعب اللي مشرف في الكرة الجزائرية دولي وفي أفريقيا وفي الوطن تعنا الكل يتكلم على بن ناصر بن ناصر وين تحطوه يلعب لأنه علىه لعب ذاكي لعب خالوق ها اللي يكونسين ما يلحومش منه يمشي على الحساب المدرب هو عنده تاني ثقافة لعب دياله أنا نقول لك وسط الميدان بن طالب زوج ياسي بالقدم اليسرى وأدم وناصر كرام عشاء نعم ولكن باش تقول لي بن طالب أدى دور كبير أنا دور مقبول 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 صحة براك الله خارنة بن طالب تغياب تلت سنوات واستدعية ورجع للفريق الوطني وتشوف احنا مردود في المقابلة كان مردود يعني ما شاء الله فعلا ونتمنى يعني المقابلة التانية نتمنى يكون أكتر راح يزيد راح يزيد حتى بعد المقبرة رسمية أظن بعد شهر يعني يكون جاهز نعم هو معروف بالغرينطة معروف بالدفاع البداني ثاني ما ننسوش قائد فريق في المتخبئ في الفريق اللي العافي في البوطنة يعني قد نقوله يقدر يلعب برج مراقبة احنا مليا راح قد يورا مكاش برج مراقبة لحد الساعة بالماضي يدركوا جيدا ماذا يتطيره نعم ويبحثوا دائما عن بديل حقيقي اللي عدن قد يورا راح نشفنا صوفيان بن دبكا ايضا في كأس العرب قدمه مردودا خرافيا نحنا قلنا هو الخليفة ربما اللي راح نشوفوها اللي عدن قد يورا وربما حتى من ناحية الهجومية صوفيان بن دبكا عنده نزع هجومية جيدة لكن بالماضي حاول أن يقحمه من ناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية في المباراة السابقة ونقدمش اللي عليه مصطفى اسمح لي نقطع لك الكلام ضعف ما نقولك ضعف ارتباك لكام في وسط الدفاع وماذا هو؟ ضعف مصطفى ارتبا سنتينار اللي كان يخدم ما بين ستة وربعة هذا اللي كان خاص علمش قلت لك مقبيل علمش لحقونا ثلت خطرات ربعة في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني هاولو كوتشينغ اللي بالماضي اللي ماشي مليح كان تغيير جذري بالتعليمات ومع دخول راكيزاتين أو ثلاثة ثلاثة راكيز يعني اللي يدخلوا بدلوا مجرأة المقابلة والحقناه ماشي مرة وماشي اثنين نعم فضلوا سيد المصطفى في نفس الشيء نظن أنه بعد الملاحظة مدرب لاحظة هذه الأشياء مثلا بندبغة لعب متقدم شوية هو وبناصر بندبغة لنا عرفوا إمكانياته كبيرة ولكن في مبارة في مبارة غينيا مثل بقية تلت لعبين والأربعة ما ظهروش مستوهم الحقيقي حاول أنه يعطيه المنصب تحصويا فغولي ممكن ممكن بندبغة يعني ما قداش الدور كما ينبغي ولكن هو لاعب ذاكي ويعرف يعرف يتوظف في المقابلة ولكن في هذه المبارات ما كانش في المستوى المطلوب مثل بقية لعبين يعني كتير لها ولكن الملاحظة أنه أنه بالماضي اللي راي يفكر يفكر في المبارة الثانية تعالى تعقادا إن شاء الله كيف راح يدخل لندن بالفريق الأساسي كله هو وجد الفريق وأثناء المبارة أضطر أنه يحوس نتيجة أضطر أنه يعمل تغيير وهذا التغيير جاب يعني الهدف وهذا هو التفكير تعمل تدرب تشتغل الحين وترك تحضر وتحضر المبارة الجاية واللي راي الهدف الأكبر المبارة الرسمية رايحة في هذا السياق نعم من جانب آخر الأخ حوسين نشوفه بأنه تغييرات جمال الدين بالماضي في الشعب الثاني أتت ثمارها ولكن تغيير الأبرز الذي أتى بثماره هو دخول رياض محلس لا أقول بأنه رياض قدم مرضود كبير ولكن دخول رياض محلس يجب المدرب الغيني على التركيز على الموهبة أو على ربما الأسطورة الإفريقية رياض محلس لأنه راح يعطي له لعبين ربما لعبين أو ثلاث لعبين راح يعسوا رياض محلس وبالتالي من ناحية الدفاعية راح يكون هناك ثغارات من أجل الدخول بالكورة فعلا رياض محلس من نصف فرصة يصنع الفارق ولاحظناه بمجرد دخول وزعزع استقرار الدفاع الغيني وتمكن من تمرير حاسي ما سجل على رئيس الامسليماني وهذه صيفات نجم الفارق وقائد الفارق يقدر يصنع الفارق في أي لحظة بالنسبة لوسط الميدان ربما التغييرات التي كانت في وسط الميدان ليست هي التغييرات التي أعطت ثمارها ربما في المنتخب في الشعوط الثاني لأن الفرجة والمتعة دائما تكون في الهجوم عندما تصل القرية يا إما ليوسف بليلي يا إما ربما لأدم الناس الذي كان أيضا مبدعا في المباراة من ناحية الفردية أقول فقط وأيضا عندما أقحي مكرة 15 قد صنع العديد منه الثغرات منه الناحية الطاكتكية كيف تقيم مستوى وسط الميدان قبل أن نعود لأدم والناس أنا كنت قلت الأستاذ ناصر الكوتش جمل بالماضي يلعب تلت لاعبين يرتكاس في المرحلة الأولى مشكل بلك عدم تناسق وعقم كبير في تمرير الكرة من خلف الأمام هذا الأمر ليس خاصة أدم والناس في العديد من المرات يجد صعوبة كبيرة يهبط هو يجيب الكرة هذا هو الأمر ليقتلوا منشكش في مباراة الغد ممتخب نجيلي رح يشرك نفس الثلاثي لأنه لم يأتي بثماره لحد الساعة نعم لم يأتي بثماره لكن من ناحية أخرى ثلاثي ارتكاز ربما هو مشتخوف من المنتخب الغيني لكن المنتخب الغيني منتخب قوي من الناحية الهجومية والدليل أنه كان يخرج الكرة كما يريد وكان يلعب على العمق كان دائما شوفنا أن نقطة ضعف في المنتخب وهي نقطة قوة في نفس الوقت أنك تلعب البريسينج أنك تلعب البريسينج يعني المهاجم وحتى الظاهير عندما يتقدم يجب أنه المدافع الأيمن والمدافع الأيصر يتقدم معه يعني أرضية الميدان نصغروها على الخصم لكن عندما تصغر أرضية الميدان وتمرير واحدة قادر الخصم ربما يليميني لك اللعبين هذا كامل أرض بأنه الخصم يعرف كيف ربما تؤكل الكتف ويعرف كيف يخرج الكرة من منطقته ولهذا شوفنا انفرادين أو ثلاث كرة خطيرة أمام الحارس مصطفى زغبة لهذا جمالدين بالماضي فضل أنه ربما يلعب تلت لاعبين ارتكاس حتى يغلق هذه المنافس لكن في نفس الوقت لم ينجح لدرجة كبيرة لأنه اللاعبين لا يصلوا جيدا في المباراة مع عدا إسماعيل بن ناصر الذي لا يختلف متخاصمان بأنه من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة في المنتخب الوطني الجزائري واسترجع العديد من الكورات نبيل بن طالب وبندبكة كإحصائية يمكن القول أنه لم يسترجعوا كأحد أقصى خمس كورات هم الثنائي لم يسترجعوا خمس كورات كاملة في طيلة الشوط الأول عندما لعبوه مع المنتخب أما بن ناصر فقد استرجع جل الكورات وجل المحاولات الغينية ننتقل إلى الهجوم نبدأوا بالركائز اللي دخلوا في المباراة أدم والناس بلالبراهيمي وأون دي دولور أظن أن أدم والناس كم يقولوا خير شوية من الله مقارنة بأن دي دولور وأبراهيمي أبراهيمي لم يقدم الشيء المرتين منها للمرة الثانية أبراهيمي في مرتين شفناه ما ما هوش يلعب كما يلعب في فارقه عندما تشوفه في فارقه ومجل المنتخب ممكن نراه جديد في المنتخب ولكن ألا ترى بأن حضور بلالبراهيمي أستسمحكم حضور بلالبراهيمي هو ظلم في حق ياسين براهيمي أنا ما نقول لكش هكذا أنا نقول باللي أنا رأيي الخاص يعني نشوف براهيمي يقدر يفيد في الفترة هذه يقدر مردوده ورانا نشوفه حتى حتى الناس تقول دوري القاطري أو الأخر لكن مردوده يعني يتكلم عليه ولعب فنان ويلعب بالعقل وخاصة نحتاجه في اللمسة الأخيرة اللي كنا نقوله لعبين لعبنا بتلت ارتكازيين حبّد لو يكون واحد أنا رأيي الخاصة يعطيك هذه اللمسة يعطيك هذه اللباس يدير الانيسياتيف ياخد المسئولية ويمشي بالكورة مثل هذه وين رأنا القيناها دورك القيناها في نتمنى يكون عنده وقت أكتر آدم والناس آدم والناس يا أخي اللعب اللي نحب دون نشوفوهم في الميدان لأنه هذا هو المهاجم المهاجم في المنطقة الثالثة لازم تكون عندك هذه القدرة على الإختراق والمسئولية المسئولية يعني تاخد الكورة وتروح تشعر الانيسيات هذه يعني زائد على يعني تقافة الفنية يعني من ناحية الفردية من ناحية الفردية يعمل لك الفارق وخاصة قلت لك شجاعة أمام في المنطقة الثالثة ما تبقاش ما تبقاش جاتني كورة الرجحات جاتني كورة مرات لنا إحنا كمدربين نطلبه في الشبان أو في يجب أن تحدث حال طوارئ في دفاع الخاص في المنطقة الثالثة إحنا نطلبه من كمدربين نطلبه من اللعب أنه يأخذ مسؤوليته الفيصة هذيك الكرياتيفيتي دير هو الحل نعم المدرب تتشتغل تشتغل يعني تمريرات وتروح على اليمين والياسات ولكن إذا اللعب ما أخداش المبادرة وما ألقاش هو الاباس جيست نعم في المومات جيست يعني مثل هاد اللعبين اللي نحتاجهم ولذلك براهيمي نقول أنه براهيمي أنا من رأيي الخاص نشوفوك نقادر يزيد فيه المنتخب الوطني نعم فيما يخص أندي دولار كمقابلة أو لا وكعودة مع تشكيل ثانية نعم نعم ممكن نقوله كده يعني ما لعبش ما لعبش ما لعبش ما لعبش ما لعبش مع التشكيل الأساسي ما كانش خدم اشتغل من ناحية البدانية ولكن نظن ما جوهش الكورات كتر ولذلك أنا نقول الكورات كيف يجوه 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 من لعبين اللي وراه نعم اللي وراه هما اللي وراه ولي على الأطراف هذا رأس حرباء هو اللي يستقبل انتك شوف اللعب اللي وراه أسكير هم يمدولو ولكن نقوله ولكن نقوله كمباراة أولى مدهرش مدهرش اللعب أندي دولو اللي نعرفوه ونتمنى يكون مرضودو أحسن في المباراة الجايرة نعم إن شاء الله أستاذ ناصر باختصار كي قلت لي أنا لا أشاطر الرأي تأخو يا مصطفى كي تقول أنت إبراهيمي لو كان يكون و لو كان يكون حتى أندي دولور في الفريق التاعو من أحسن اللعبين يقدم موسم كبير أو لما جاء وليك خيحنا نقوله ما سحقوش دولور مجل الناس ولا بل ما نقول لك الأغلبية كأن الناس كانت حبتوا لي هذا المستوى الذي يظهر به نعم كأن اللعب يكون مليح في فريقه ولكن في الفريق الوطني هذا هذا مفروع منها تلاعبوا مع بلال براهيمي وأدم الناس أدم الناس يلعب على الفردية لا وبعدين تقول لي أندي دولور ليس مهاجم لا ما قلت لك ليس مهاجم وعصورة المنتخب ترحموها مع رياض محر عنده سبعين دقيقة لعب سبعين دقيقة لأخ حسين سبعين دقيقة ولا فرصة ربما حقيقية ولا ربما تمريرها واحدة فقط لجات وضيحها شوف أنا ضد قدوم دولور للمنتخب كإشارة أخطأ في حق الجزائريين لكن ربما حقيقة يجب أن تقال أنا كنت دخلتوا مع لاعبين ثانية أنا كنت أظن لا أقول لك ما مسامح كاري وهكذا لا أحب لأنه قتلك الوطنية أفونتو ليس هذا كلام يهضروا في البلاطوات لو كان كين وطنيين في الفيدرالية نحوز جمال الدين بالماضي قال لك هناك أمور عائلية حتى لا ندخل في التفاصيل إن كانت هناك أمور عائلية فمرحباً أنا أذهب على المستوى على اللعب ترى أنت تانيك في الفريق وقتلك درجة كبيرة في فريق نيس نعم في الفريق الوطني أنا لم أرى هذه المباراة حتى وما لحقوا شكورات على الأقل سليماني يولي للور يجيبها يبكي سليماني قد لعب مع بليلي ومحبك يا أستاذ ناصر هذا هو الفرق الفرق يكمن في أنه هذه على مر السنين وشفناها في النوادي والمنتخبات الأوروبية كاي اللاعب تاع إيكيب وكاي اللاعب تاع منتخب حكيت على إبراهيمي مثلاً على بيلال إبراهيمي بيلال إبراهيمي سيناريو يطابق سعيد بن الرحمن سعيد بن الرحمن شوفه في ويستهام يدير حاله كي يجيب الإيكيب ناصيونال حتى معانيس موش دير نعم نقد نقول مازال بلك يخمم مازال تخمامه لأنه هناك العديد من الأمور وكواليس وخاباية لا نعلم نعم 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 تبديل الملابس شوفوا العديد من الأمور خير ودليل تسجيل سليماني كان في خطائه أنا بصفة الصحافي وخاصة في المجال الرياضي أخطأ ألف في المئة إسلام سليماني في رده على الصحوف لغايته الوحيدة هي نقل المعلومة بصدقه مصداقية أنا ما نشوف شو باللي الصحافي من 8 أصبح هو يستنى حتى يجي أن تلعب من أجل منتخب الوطني يكون ردك بطريقة ولو أنه ما يعاب على الصحفي هذا اللي تتوجه بالسؤال أنا نوجهتني كلمة حق كلمة قوت أنه لما تنتظر مدة أربع ساعات أو خمس ساعات كان من الأفضل أنك تحضر سؤال في المستوى المطلوب ليس الدم أو لا السؤال كان واضح قالوا مرحبا بعودتكم إلى الجزائر على أساس مش عودة للمنتخب عودة إلى الجزائر كبلد هو مشكلة إسلام سليماني مع الصحافة ليست من اليوم ما هو عنده مشكلة مع الصحافة ما لبناش لونتوراج على شواق بين المنتخب وبين أخوصين أنه لا نطيك كلمة حق في هذا اللاعب الكبير نقول هذا اللاعب يستحق التقدير والإحترام ما هو شعيب لما تقيم لعاب كما هذا هذا اللاعب فضل منتخب الوطني على الفرق الأوروبية التي لعب فيها فضل منتخب الوطني على الفلوس التي ستقضاهم في قطر لماذا باش يقعد في الفرما ديالو باش يقعد ديمة ديمة للفرق الوطني رغم كل الضغوطات يا يوسف لا لا نذكر رغم الضغوطات التي كان يعاني منها سواء من إعلاميين أو من صحفيين أنت لاعب محتلف وأفضل هدف للمنتخب يجب أن تتحمل الضغوطات أنت لاعب محتلف يا أستاذ ناصر أسمح لي كلامك كبير إذا قامنا بمقارنة بسيطة مع إسلام سليماني كان معه رياض محرز كان معه في اللقطة لا لأني المديل كان يوسف والكابتن ربح ماجر إذا وضعنا الصورة من إسلام سليماني هو هدف تاريخي للمنتخب الوطني فعلي على مر العصور فعلي هكذا انت ربح ماجر بعد ما تقلد مهام العارضة الفنية للمنتخب الوطني شفنا العديد من الأمور جوزت هذا المدرب لما مشاتش معه وخرج سواء من إعلامي أخطأوا فيها نقول بصريح العبارة جاءوا أخرا في المطار الوفد الإعلامي كان ينتظر بيعتة وصول المنتخب الوطني للملاكامة تلاقوا بربح ماجر وكان جاء تكبرا منه ما يقابلهم ما يقابلهم لكن البشاشة كانت حاضرة وهو يعتبر أسطورة حائز على كأس إفريقيا كأس أفرؤسيوية أفضل لاعب الكعب الذهبي مختصر لا يقارن بإسلام لا يقارن شوف حسين أنا لماذا نقارن ما بين أسطورة عالمية ماجر وسليماني حتى سليماني ما نقارنه سليماني كما قلت أنت أحسن هدف تاريخ وإن شاء الله سيزيد مركي ويزيد لعب ما زاله صغير بهذا الغرور أنا أقول لك أن إسلام سليماني لن تبقى له مكانة المنتخب أنا أردون سليماني ابن عائلة شريفة محترمة ما كانش عندها مدخول اليوم فتح عليها ربي بها فتح علي ربي بل لك بحسن نية هذه مش أول مرة يا رفض ناصر ولكن هذه الغلط ينجم يصلحوا لأنه لعبانا برمو لعب كبير رو صلحوا بالتسجيل للهدف زاد 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 على الخطأ لأنه ردة الفئر التاء وهذه يزد عليها كما قال أخوي حسين ما يعلموا إلا خبايا ليكونوا في الفيستيان إلا ربي سبحانه ولا ليكونوا الداخل بألك واحد أنا نعرف هذا أنا مصطفى يقول لك بألك أنا مصطفى الجوار عندي جلي حسين يقول لك راح تبلاستك والآخر يقول شوف في الموقع هذا الإنسان تلقى مع بمعنى أنك تقصد بين وسليماني لم يقصد الصحافة ولم يقصد الجمهور الجزائري شوف بألك ربما ربما بألك راني غالط الجمهور الكريم يسمح لي ربما بألك يعودوا رجعوا يوندي دولور يقول لك أنا بلاستي بألك تروح ربما هكذا تخمامه بألك التمى في الفيستيار أنت تشوف بالله اللي يمهرج يقعد يقصروا ومتا ماش بليجوها يحبوا يلعبوا يحب يقصروا بألك ماشي موحل يقولوا خلاص راحت بلاستيك هم جابوا بألك النية ديالو كي ماركا ودير هادك الجسد والله غير بألك غصب تلك الكلمة التي قالها والتي لا يمكن أن نذكرها على التلفاز لا تذكر حتى في المنزل الجزائري هذا الصحفي تلقى غدوة مع سليماني بغض النظر إحنا لا نعلم مسليماني إحنا الغاية من الفتنة أشد من القتل اليوم وقلت لك بلبلة وسعة لكي نفضلوا النزاع هذا أنه سليماني في وقت سابق سنة والسابقة وجد غير صحفي المحلي اللي كان يقف معه كان يضيع سبع خطرات أمام الشباك أمام تلف خشابات وعادي جدا واليوم ويتهكم على الصحفيين لا أدري لماذا هذا وسوء نعم يا أستاذ ناصر كرت أيضا هذا الإعلام اللي تقولوا عليه لماذا راح للمطار ولماذا أنت رأي سليماني أنا أتحدث عن إعلاميين بحد ذاتهم أستاذ ناصر أنا أحترم نعم أنا لست أتحدث عليكم يا أستاذ ناصر ولكن كيش بصحافة كما قال خليني نعطيك الفكرة فقط الآن في الخارج أستمر في الخارج في الخارج الإعلاميين ما يرحوش المطار يستنوا اللاعبين أي نعم نحن معكم لكن في الخارج أيضا الإعلامي بقيمته وحتى السؤال عندما ربما والندوى الصحفية والمنطقة المختلطة بقيمتها أيضا الإعلامي في قطر السبق الصحفي هو اللي يجيه مش هو اللي يروح له الإعلامي في قطر عنده قيمته يعني من ناحية المهنية أنت كإعلامي وربما أيضا في بداية ما سرتك تشوف بأنه لهدف تاريخي للمنتخب أرى ونازل في المطار وعندك سؤال ربما وتكون ربما فرصة باش تطرح له السؤال هذا موش خطأ من الإعلامي لأنه هذا الإعلامي يبحث عن مستقبل له وهذا الإعلامي أرى ويجيب القوت لبيته الآن عندما تهاجمون ربما الإعلاميين الذين ذهبوا للمطار من أجل طرح الأسئلة أنا أقول بي أنه لا يوجد عيب في ذلك أي نعم نحن الإعلاميين في بعض الأحيان ربما التنظيم يكون غايب لكن في المطار لم يحدث ولا شيء ربما ولا تجاوزات شخص جاي طرح لك سؤال تقول له ولا واحد قال لك ستناني يعني ردة الفعل هذه رأي خطأ من ربما أفضل مهاجم في تاريخ المتلعب أخي يوسف أنا أظن تكرت نقطة مهمة وتكلمت كلمة النظام هنا يوقع خالل هنا ليرى خالل أنا أظر بصيفة عام أنا أنت عندما تشوف عندما تتخلي ندوة صحفية تتقارب ساعة ونصف ساعتين راح يكون الخطأ ويكون التقلاق ويكون من الجانبين صح ندوة صحفية تكون يضمن لك بالإسليماني وفيها لا سامحني سامحني يعني نقدر لك صفة عامة نقول لك الإسليماني تعناخب ولا ولا لاعب مع مدرب ولا نشوفها في الندوة الصحفية العالمية نص ساعة عشرين دقيقة وتكون أسئلة يعني تقنية ومختصرة وتكون الإجابة وراح كما يقول لك الواحد ما يسخنش فمتحبس هنا ونعود هذا النظام نقول لك قلت كلبة النظام نحن بلك في هذا في هذا الإطار التنظيم ناقص بزاف على مستوى يعني الكورة الجزائرية لهذا نتقول لك تاعة سليماني سليماني اللي يقول لك مخطأ شراها غالط الغلطة رهي يعني واضحة نعم الغلطة واضحة ولكن الفوباء كما يقول لك سليماني كان من أجدر عليه حتى لو من حقه أنه يرفض ولكن بباشاشا بباشاشا تبسي ماء يقول لأخر وكانت خاصة رو ابن الوطن رو ولد البلاد ويعرف معاناة الصحفي وكان جاءت ردة الفعل من لاعب آخر والله لن ألومه طبعا رو ربما عندما يخطئ محرس من هذا الناحية سنلومه كلنا لكن مش كما إسلام سليماني لأنه إسلام سليماني ولدنا تربى معانا ويعرف ذلك الإعلامي مسكين كي يجي يتعب على جالك ويخذك الميكرو ويخذك الميكرو ويخذك ديقراري نعود لك نعود لك نحنان هذه نعود لك للتكوين اللاعب الجزائري لا مش لافوت كيف كيف تكوننا احنا كلاعبين كنا صغار وخاصة خاصة في هذه العشرين سنة الأخيرة اللاعب ما هو شي يتكون بأهتم معنى الكلمة التكوين مش غير تلعب كورا التكوين رح عام ولدنا عندما تشوف اللاعبين يروح مثلا مثلا أنا مثال حي وهذا جريتنا نهضرو الأكاديمية أكاديمية مثلا لدينا زوج أكاديمية لأن أنا نفرح حتى الفيدرالية دارت أكاديمية حتى ولو مش من مهامها لكن كانت مرغومة أنها تدير أكاديمية في الأكاديمية يكون التكوين الكل لللاعب اللي رح يكون مستقبل اللي رح يوجه الصحافة اللي رح يمشي للمطار اللي رح تكون علاقات مع الصحافة ولهذا جريتنا لهذا نعم بمعنى أنه غياب التكوين هو الذي أيضا سيكون سبب من أسبب عندما عندما اللاعب الجزائري تحطه في ظروف حسنة رح يكون لعب متكامل من جميع الجهات والخير ودليل على ذلك هذا يظهر أنا صام في فريق فريق 10 هل اللي لا لاحظتو كيف اللاعبين يتكلموا يديك الفصحاب يديك التربية ويحترافية هذا هو عندما تتعب تنال ولذلك أنا نتمنى هذا يكون في أنديتنا والتي للأسف بعيدة كل البعد على هذه الأشياء نعم وكإشارة لكل اللاعبين الذين قد رفعوا على الجزائر عاليا ولكل ربما نخبة نسميها نخبة نخبة مستقبلية للمنتخب الوطني سنخصص لهم على ذن بحول الله في هذا البلاطو لكي ربما نبارك لهم وأيضا لكي نمنح لكم الفرصة من أجل توجيههم ومن أجل إعطائهم ربما توجيهات قد تفيدهم مستقبلا لعبد الحق بن يدر ولكل زملاء في المنتخب الوطني الجزائري نبقى في لقطة إسلام سليماني ولكن نبدأ نتعمق شوية فقط على أزمة ليست بين المنتخب وبين الصحافة بل بين الشعب الجزائري والصحافة لأن الصحافة الآن صارت ربما بين قوسين بالنسبة لها الشعب هي مهنة غير نبيلة وربما بالنسبة لهذا الشعب الذي لم يعش العشرية السوداء ولم يعلم بأن ذلك الصحفي أو مئات صحفيين قد ماتوا واستشهدوا من أجل أن يوصلوا المعلومة ولا يعلم أيضا بأن هذه المهنة قد ربما حبس العديد والعديد من الإعلاميين سنة 2019 وما عانت منه الجزائر وقد ربما عانى العديد والعديد من الطرد في العديد من القنوات التي ربما كانت تابعة للعصابة من العار أنه ربما نشوف الشعب الجزائري يسمي ابن وطن بمصطلح صحافة العار العار أنك الآن تصف شخص وأنت لا تعرفه بهذا المصطلح الذي ربما يجب أن يتوقف على كل قلوش المواطنين فقط ولكن حتى الإعلاميين بناتهم الآن صاروا يقولوا هذه الكلمات هذا مجرد شخص يريد أن يوصل لقمة العيش إلى بيته ويجب أن نوقف هذه الكلمات لأنه إن لم تتوقف وإن بقيت الأمور هكذا فأنا أول المستقلين من هذه المهنة ومهنة الصحافة التي تعتبر من أشرف المهن أيضا الشعب تعنا لا يستعرف بأنه قد أخطأ لأنه يتبع إعلاميين أو إنما نقول شبع إعلاميين نتحدث عن الاجتماعي الشعب تعنا لجب أن يدير الثقاف الإعلامي الذي يجب أن نربع ما نسموه إعلامي الإعلامي الحقيقي ويجب أن نقف هذه الفتنة يجب أن نقف أيضا لاستهلاك هذا العشوائي لمادة في موقع التواصل الاجتماعي لماذا نتبع التفاهة لماذا نحن الآن أنا أولهم لا نستطيع أن نرضى نفسي أنه في الفيسبوك أنه ربما نستهلك ونشوف مادة إعلامية فشلة الآن أنت كمواطن يجب أنك تصفي الفيسبوك ويجب أنك تصفي نعم كل هذه الأمور الآن الخطأ روم الجنبين يجب إيقاف ربما هذه الحرب بين الصحافة وبين الرياضيين وبين المدربين وبين كل الشعب الجزائري بصغة عامة ومن وراء نعم حتى لا ندخل في الأمور والله والله أستاذ ناصر باختصار الآن عندما نتحط على لقطة إسلام سليماني نتحط على هذه الأمور اللي يمكن أن نسميها تافهة ويجب أن نوضح الأمور للمشاهد في بعض الأحيان نقول يجب أن نركز على أمور كبيرة وأعظم وأعظم بكثير نركز على مستقبل بلدنا نركز على الحليب وعليه لاشان وعلى الزيت وعلى الزيت من الأحيان نقول لماذا نركز على هذه الأمور التافهة ولكن نحن الذين نستهلك هذه الأمور التافهة في المنازل تعنى بهواتفنا للأسف الشديد قبل أن نختم خلينا نروح المباراة نيجيريا خلينا نروح العقم الهجومي الذي شاهدناه في المباراة السابقة أستاذ مصطفى وباختصار من تراه في هجوم المنتخب في المباراة نيجيريا والله أنا نحب نشوف واحد كما والناس نحب نشوف يدخل أساسي توظيف تاعه ممكن ممكن نشوفه والناس كعشرة ممكن التوظيف هو اللي يبقى للمدرب كمهاجم من تفضل سليمانيا أو ديلور من دون ديبلوماسية لا لا أنا نشوف كمنظور كمدرب تخل تخل سليمانيا ممكن نبدأ نبدأ بسليمانيا نروح بسليمانيا وعلى الجهة اليسرى على الجهة اليسرى واسمه الجهة اليومنا محرز الجهة اليسرى نشوف أنا بالليلة راه ما هوش في مستوى المعهود ممكن والناس يكون على الجهة اليسرى ممكن وتكون مثلا نشوف عندك بن ناصر بن طالب كارتيكاز بن ناصر وطالب يكونوا كارتيكاز ويبقى اللعب الثالث نعم في وسط الدفاع في وسط الدفاع كين لعب توبا ماذا بينا نشوفه هذا كرأينا الخاص توليف التوبا توبا توغاي عطال بن سبعيني نعم نتمنى ذلك أستاذ ناصر أعطينا التشكيل اللي حاب زرقان لأسف لم يستدعى للمتخب لا موجود موجود أتمنى أنه تكون في مثل هذه المباراة نشوفه هذا اللاعب لا نعمل في القائمة تماما في المباراة لا لكن كان في التسخين أنا شتوف تسخين ما لعبش كثير مع نادي شارل الوعد لذلك ربما صعب أنه نشوفه كأساسي لكن آدم زرقان شبيه أبو تريكا مباشرة نعم اللعب يعني اللعب بتاعه يعني لعب عصري في وسط الميداني يقدر يلعب في الوراء ويقدر يلعب في الهجوم ويقدر يعطيك هذه اللمسة الأخيرة نعم تفضل أستاذ ناصر أعطينا تشكيله زغبة عطال بن سبعيني طوبة مندي في دفع دفع في وسط الميدان بن طالب بن ناصر سريور بتاعنا آدم والناس آدم والناس على اليمين شيخ شيوخ بي أنسير محرز فعلا ما أشوف يوسف لا كي قلت لي شيخ شيوخ أنا أنا ندك لماذا نقول له شيخ شيوف لي ما يفقهش كرة قادم والمدرب لي ما يعرفش ما يلعبش به هالك هدك لما يلعبر يخدم لك مع ثلث مدافعين ماشي معه مدافع نعم الارتكاس تعل المدافعين كله من جهته ينسوا بالليلي منه اللي رح يكون هو أعلاله من جهة اليوسرى وسليماني لا غضاء نحن بقول إسلام سليماني هو أنا العكس نعم أنا العكس خاصة أنه مباراة نيجيريا من دون شك الكوتش بالماضي ما رحش يلعب كامل رح يطبق المؤمن ولا يلدون من جهره مرتين يشرك تشكيلة الأساسية تشكيلة الأساسية في غياب سليماني في غياب سليماني بمعنى أنه تشكيلة الأساسية دولور سيكون أساسي أكيد أقول لك علش لأنه في نظري حسب نظري النظر البسيطة أنه بالماضي بعد عودة بعد رغبتي في عودة دولور للمنتخب الوطني يريد البحث عن بديل سليماني ليكون اللي رح يرفض معه منافسة شريصة إذا دولور تمكن وصنع الفارق في مباراة نيجيريا سيكون كلمة سر في قديم المواعيد هذه النظرات تأتي نعم بمعنى أنه سليماني هو بديل لديلور في المنتخب أكيد لأنه سليماني خلاص أنا بالنسبة انتهى أمره بعد خرج مع الإعلاميين وبعد ستتهت فالي الأناوين شوف باللي سليماني سيصبح في طي نيسيان ولا أدري نعم أنه يصبح في طي نيسيان وكان هذا سليماني أنه لا تفتريح لفضل لا أسلنا كني دومون دي سمح من عند هذه الصحافة سليماني يصفي يقعد لكنه شد في الخطأ تاوه أستاذ ناصر وما دومون دي سمح بالعكس ردة الفئة تاو أكلت بأنه بالنسبة إلي نعم ما قلناش لا 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 قلت لك الصحافة الكافئة صحيحة للي عنده كافئة باب كما هذا لما يجيك إنسان نسامحوا عليش قلت لك شيء بالصحافين بك لهم خسرين على الصحافة يا أستاذ ناصر هذه ليست المرة الأولى يا أستاذ ناصر التي تحدث شرع اللولة والأخرى ليست الأولى أنا نقول ذلك اللولة والأخرى نعم نتمنى ذلك نعم نتمنى ذلك قبل أن أختم هذا العدد تشدر الإشارة إلى أنه في هجوم المنتخب الوطني الجزائري يوجد اسم الآن لم يستدعب وبغداد بمجاح إلى المنتخب الوطني جمال دين بالماضي قالها بالحرف الواحد بأنه ما سبعتوش يعني نهائيا وفي المستقبل القريب سيكون حاضرا بين بونجاح وأون دي ديلور إن استبعدنا إسلام من الأساسيين نظرا إلى كيف برسنه مش على الخطأ ومش ربما على المردود مع المنتخب هل ترى بأنه بونجاح بيمكنه أنه يكون كالمهاجم أول في المنتخب توحشنا بونجاح نعم يعني يقدم الإضافة ما يسجلش سجل سجل الهدف الآن مع نادي شفتم مع نادي عود ولا نعم ولا بونجاح لنعرفه ولا بونجاح لنعرفه ورغم ذلك أن المباراة اللي يلعب على المنتخب الوطني كان دائما نقدم الإضافة نعم إذا ما يسجلش يقدم تمرير حاسيمة إذا ما يسجلش يعكس المدافعين يكون سم قاتل في دفاع الخصوم أنا نشوف بلي بونجاح يستحق العودة إلى المنتخب الوطني نعم أستاذ ناصر والقرار بيد الناخب الوطني يكون مسلماني كمهاجم أنا ما نحبه نشوف كمه درب تجيب لي لعاب يلعب كاتسين مات مع ماركيليش يلعب يعيي يلقى على الديفنسور والمهاجمين تعنا الأخرين ما ماركوش أنا نسحق أحد كي مسلماني كي ندخل ويضعها لداخل والله واحد وربعين هدف يا جماعة عمرها مسارات مع ليزوتو جيبوتي ها ربعا وربعين هدف مع ليزوتو جيبوتي مع ليزوتو جيبوتي من مركز فيك أسلام جل الأهداب جل الأهداب وأغلب الأهداب أستاذ ناصر نحن ما بقرس نبكوا شوف الجيل شوف الجيل اللي طحناها نحن إن شاء الله يجي واحد أحسن من سليماني يفوقها يجي جيل أحسن لأنه هدف تاريخي نظرا للجيل الآن عندما نشوفه محرس يمرر لك الكورا ولتوفي لعب واحد أخر مش كيف كيف أستاذ ناصر نحن نجح لعب قوي لعب مهاري ولكن ما يسججش كيف أسليماني هذا مكان نعم لكن تكتيكيا يفيد أكثر من إسلام سليماني نعم إن شاء الله نعم وما نسجلوش نعم أستاذ مصطفى تفضل في مركز قلب هجوم المدرب يبحث دائما على يكون إفكاس قدام المرمى فعالية فعالية أمام المرمى في الوقت الراهن أنا أظن من الصعب أنه يتخله على سليماني اللي راهي المهاجم الأول من هو المهاجم الأول هذا السؤال يروح للناخب الوطني من ناحية المردود قلت لك قلت لك من الصعب أنك بسهولة تقول سليماني خلاص ما كنتكبرت لا من نحوش يبقى كورقة بديدة يبقى كورقة لا أنا أقول باللي المدرب دائما عنده يفكر بمجموعة سليماني رئيس يحتاجوها في المجموعة الحين وتكلمت على ابو نجاح اللاعب اللي أنا كمدرب نحب مهاجم مثل مثل بونجاح ممكن ممكن ما هوش في المنتخف في الوقت الراهين ولكن أنا أظن مع الوقت رح نشوف رجوع تاعه لي يقدر يكون فايدة للمنتخف الوطني نقوله دائما الكلام أستاذ ناصر ما كاشي جديد ما كاشي جديد ونتمنى سمح لي كيف كيف نتمنى ونتمنى يكون اكتشاف رأس حربة لسجل الأهداف ولما لا هذا الشاب عمورا اللي إن شاء الله دخول تعه يعطى بين حاجة من أكثر المواجمين فعالية بمشاركتين شجل هدفين بين في المشاركة تعه عندما يدخل الميدان تحس باللي رأي يجيب أم نتمنى نتمنى يكون المردود التاع أحسن في المباراة القادمة وتعطى على فرصة أكتر لكي يبين على ما يستطيع فعله نعم إن شاء الله وكإشارة لمشاهدين أفاضل نحن اليوم قد انتقدنا نوعا ما ربما تصرف إسلام سليماني ولا نريد أن ننتقد الهدف تاريخي للمنتخب نحن ننتقد التصرف ولا ننتقد الأشخاص ونحن ننتقد اللاعب ولا ننتقد الشخص بحد ذاته أنت كمهاجم تاريخي للمنتخب تعتبر قدوة لجميع الشبان الآن عندما يشوف شاب من كأس العرب يشوف هذا التصرف المرة القادمة يقوم بتصرف أكبر وأكبر مع الصحفي لهذا يعتبر كقدوة إسلام سليماني لكل الشباب قبل أن أختم صرت نفس القصة بين جمال دين بالعمري وحد العالميين وهو مؤمن أي تقاسي الذي تحدث مع شخصيين قال لي لا أريد أن تبلغ القصة ربما تلك الدرجة الكبيرة لأنه ستؤثر على اللاعب أكثر منها راح تأثر عليها في نفس السياق إسلام سليماني يعني راح يكون هو الخاسر حتى وإن لم يخطئ لأنك أنت اللاعب وأنت المحترف وأنت الأشهر وأنت القدوة في نفس الوقت لهذا يجب أن نغلق هذا الملف تماما وأن نركز على مستقبل المنتخب وأن نركز أيضا على مستقبل اللاعب إسلام سليماني الذي حتى وإن لم يكن كأساسي وكان كأساسي يعتبر ورقة جد مهمة في تشكيلة جمال الدين بالماضي وأنا شخصيا بالنسبة إلي أفضل الوطني الجزائري وهذه بشهادة الجميع نتمنى كل توفيق للمنتخب أمام المنتخب النيجيري يوم غد بحول الله قبل أن أختم ما سيئ إلا أن أشكركم أستاذ مصطفى على كل ما قدمتموه لنا الليلة شكرا جزيلا والشكر كذلك لك على الاستضافة ونشكر تحية خالصة لكل متتبعينا الكرام نعم والشكر موصولا أيضا لكم أستاذ ناصر على كل ما قدمتموه شكرا وأن زعفت علينا شوية كيف نتمنا لا أخي يوسف أنا كما يقولون نزعف هنا ويكونوا حلول ونخرج مع أخي يعني هذا مجرد رأينا هذا ما كان نحن كي الناس يتبعون أحتم فرنسا هذه عائلة قطاش محمد نبلغ له سلامي وليه ووليده وكنزه والزوجة الكريمة نتمنى له النجاح لوليده إن شاء الله سلامي للحار لناس صحرة تاني لو متتبعي هذه الحصة إلى عائلة الحبوس عائلة الحبوس حماوة إلى عائلة الغخوي من أدرار أتمنى لكم الصحة والعافية وإن شاء الله فوز المنتخب الجزائي إن شاء الله لأخ حسين نشكركم جزيلا شكرا أيضا على كل ما قدمتم لا شكرا لواجب سعيد جدا بأول دعوة في بداية الموسم لكم صافيا جرون بلازير تلقيت بشيخ ناصر أستاذ ناصر تانيتك مصطفى عفوا حبيت برك دعوة منكم إن شاء الله لما نخدي جلي راي مرأي داري في حالة أتمنى لها شفاء من قناة إن شاء الله وثاني شيء إن شاء الله نقدمنا إضافة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إحنا دايما إن أصبت فما توفيق إلا من الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان إن شاء الله نكون قدمنا لعلينا إحنا مشيق كي هدرنا على سليماني كما قلت عندنا معه كيش حاجة ونحن دروا مصلحة العامة المتخب الوطني كل توفيق للخضر شكرا جزيلا لكم الأخ حسين وأنا بدوري وقبل أن أختم مع سيا إلا أن أترحم بصفة ربما هذا العدد وأول عدد أترحم على الكوتش السابق للمنتخب الوطني الجزائري ناخب عبد الرحمن مهداوي أربي يجعلون أهل جنة إن شاء الله ومع سيا أيضا إلا أنتمنى الشفاء العجل للأخ توفيق قريشي وأيضا نقدم تحية لكتكوت طارق بومني الذي ألحى في وسط الصيف أن نقدمه التحية من هذا المنبر مشاهدين وصلنا لمسك الختام فآخر الكلام سلام سلام الله عليكم اشتركوا في القناة